مرحبا جميعا هذا هو الجزء الخامس والأخير من محاضرة الشولدر جوينت إن شاء الله في هذا الفيديو سنتعرف على البرسي أو الشولدر جوينت متابع من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت هذا الفيديو مثل ما نلاحظ في الفيديو التوضيحي لهذه النقطة ستستطيع تصفح هذه المواضيع دون الحاجة إلى أن تحضر الفيديو بالكامل الآن ننتقل إلى الموضوع الأخير وهو عبارة عن البرسة البرسة أو الشولدر جوينت مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن البرسة كأفر فيو عن البرسة مثل ما نلاحظ الآن لنتعرف على ما هي البرسة بشكل فعلي الآن أنا قمت بعمل هذا البالون هذا البالون سيمثل البرسة فالآن لو نلاحظ أن لدي هذه ذراعي وهذه أيضا ذراعي الأخرى أو يدايا هذه يدي وهذه يدي فهنا حينما أنا أحرك يدايا الواحدة على الأخرى سيكون هناك احتكاك وهذا الاحتكاك لو حصل هذا الاحتكاك ما بين العظام والتندنس فهذا الاحتكاك سيؤدي إلى تآكل هذه التندنس وبالنهاية ألم ألم مبرح للمريض أو للإنسان بشكل عام ليس المريض أما حينما أكون لدي برسة هذه هي عبارة عن البرسة مثل ما نلاحظ هذه البرسة لا أعلم إذا كانت واوحة أو ألا لا ولكن هذه البرسة هذه البرسة هي الساك لايك ساك لايك ستركتر يحتوي على ماذا؟ يحتوي على فلود هنا أنا وضعت فيه ماء ولكن هنا في الحقيقة سيكون فيه فلود فلود يكون إلى حد ما لزج يساهم أيضا في إضافة هذه اللوبريكيشن لهذه البرسة حينما أضع هذه البرسة الآن هنا هذه البرسة وهذا سيكون تندن وهذا عظم هذه يدي اليسرى عظم ويدي اليمنى ستكون عبارة عن التندن فسيتحرك التندن هنا لو تلاحظون هناك حركة للتندن على الجوين فهنا الحركة ستكون بحرية أكبر مما هو عليه لو لم تكن هذه البرسة موجودة فهذه هي وظيفة البرسة في هذه الحالة الآن مثل ما نلاحظ أن هذه البرسة لكيتد وير تندنس رب أغانست بونز لجمانز تندنس أيضا تندن آخر أيضا سكن موفمينت أوفر أبوني بروميننس أيضا هنا نحن نملك بعض البرسة هنا موجودة في هذه المنطقة من الألبو مثل ما نلاحظ هذه المنطقة هنا ما بين العظم وما بين الجلد سيكون لدي برسة نسميها سبوكيوتيناس من الألبو هذه البرسة تسمح بحركة الجلد على العظم دون أن يحصل هناك احتكاك للجلد بسبب وجود العظم فبنهاية لن أشعر بالألم لو بقيت أحرك يدي بهذه الطريقة أو أحرك هذا الجلد الذي يعمل لهذا البروميننس لن أشعر بالألم ولن يكون هناك احتكاك بسبب وجود هذه البرسة فهذه هي وظيفة البرسة هي منع الاحتكاك أيضا مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن البرسة هذه برسة وهذه برسة وهذه أيضا برسة هنا مثل ما نلاحظ الآن أنا لدي أثنان من البرسة التي تعمل على هذا الجوينت الذي هو الجلينوهيوميرال جوينت لدي السبسكابيولاريس برسة السبسكابيولاريس برسة أو السبتندنس هنا سبتندنس برسة هذه لفظة عامة لأن البرسة في الغالب ستكون تحت الدندن في الغالب ستكون تحت الدندن هناك برسة ما بين الاسكن والبون نعم ولكن في الغالب البرسة ستكون تحت الدندن فحينما أقول سبتندنس برسة أقصد فيها البرسة تحت الدندن ما بين الدندن وما بين العظم مثلا أو ما بين الدندن وما بين الجوينت كابسول بهذه الحالة حينما أقول مثلا سبكوتينيوس برسة أقصد فيها البرسة ما بين الاسكن والبون وتوجد في سبكوتينيوس تيشيوم فهنا هذه a subscapularis versa is located between the tendon of a subscapularis muscle and the neck of the scapula مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة هذا هنا سيكون عبارة عن النك هنا بهذه الطريقة تقريبا سيكون النك of the scapula هذه النك of the scapula سيكون حينما اتجه باتجاه الميديل من الاغلينويد كافيتي باتجاه الميديل يعني ميديل للاغلينويد كافيتي سيكون هو عبارة عن النك of the scapula فهذه هنا في هذا أي أنه سيكون تقريبا في هذه النقطة فهذه السب هذه السبسcapularis versa ستكون موجودة هنا في هذه النقطة وهذه أيضا من ثم نلاحظ هذه عبارة عن السبسcapularis versa ستكون ما بين هذا السبسcapularis tendon هذه العضلة السبسcapularis هذه السبسcapularis tendon وهذه البرسة وهنا في هذه النقطة سيكون النك of the scapula ما وظيفة هذه البرسة protects the tendon where it passes inferior to the root of the caracoid process and over the neck of the scapula أيضا هذه البرسة تمتد إلى الأعلى بحيث أن هذه البرسة مثل ما نلاحظ سأرسم أنا هنا هذه العضلة ستتجه بهذا الاتجاه مثل ما نلاحظ هذه هي المسل فايبرز فهنا هذه هذا التندن هنا أعتبر أن هذا التندن ليس مسل فايبرز ولكن التندن حينما يمر على هذه النقطة فهذه البرسة ستكون ما بين هذا التندن السبسcapularis tendon وأيضا النك of the scapula وأيضا ستكون ما بين لو نلاحظ هنا هناك فولد فهذه البرسة مثل ما نلاحظ هذا الفولد أيضا فهذه البرسة أيضا ستكون ما بين ما بين الكوركويد الكوركويد بروسس of the scapula وأيضا ما بين التندن of subscapularis أو subscapularis tendon مثل ما نلاحظ أيضا سيكون هناك فاصل ما بين هذا البون وهذه التندن فهذه هي وظيفة السبسcapularis برسة مثل ما نلاحظ هنا تظهر بشكل أفضل هنا الفولد يظهر بشكل أفضل فهنا التندن سيمر بهذه الطريقة فسيغطي هذه النقطة وسيفصل بينه وبين النك of the scapula هذه البرسة السبسcapularis برسة ستفصل بين هذا التندن of subscapularis والنك of the scapula ويضا ستفصل ما بين التندن of subscapularis وهنا الكوركويد بروسس أيضا مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن السبسcapularis برسة مثل ما نلاحظ هذه هذا هو عبارة عن السبسcapularis تندن وهذا هو عبارة عن المدل gleno-humeral tendon أيضا هنا هذه مثل ما نلاحظ هذه أيضا مكان تواجد السبسcapularis برسة الآن مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن opening of sub-tendin of subscapularis تعرفنا على هذه الأوبنين في الجوينت كبسول وقلنا أن هذه الأوبنين هي عبارة عن فتحات في الجوينت كبسول فهنا هذه الفتحة مثل ما نلاحظ تفتح هذا هنا الجوينت كبسول أو الجوينت كابيتي سيفتح عن طريق هذه الأوبنينج إلى السبسcapularis برسة أي أنهما عبارة عن السبسcapularis برسة هي عبارة عن extension لهذا الجوينت كابيتي وبالنهاية فهما يملكان نفس السينوفيال الفلود فهنا السينوفيال الفلود الموجود في داخل البرسة هو نفسه الموجود في داخل الجوينت كابيتي وهذه الحقيقة أيضا تستخدم clinically important أي أننا نقوم بمثلا حينما نريد أن نفحص مثلا هناك مشاكل في داخل هذا الجوينت كابيتي أو هناك infection مثلا فنعلم أنه حينما ينتشر هذا الانفكشن حينما يحصل infection مثلا في السبسcapularis برسة من المؤكد أن هذا الانفكشن سيصل إلى هذا الجوينت كابيتي أو الجوينت كابيتي والعكس أيضا صحيح الآن ننتقل إلى البرسة الأخيرة وهي عبارة عن السبأكروميال برسة مثلا نلاحظ سبدلتويد برسة سبدلتويد برسة لأنها تقع أسفل من الدلتويد مصل الموقع الدقيق لها ستكون ما بين الأكروميال مثلا نلاحظ هنا هذه البرسة ستفصل ستفصل سوبريري مثلا نلاحظ من جهة السوبرير ستكون موجود الدلتويد سوبرير لها والكوركو أكروميال أرك أيضا سوبرير لها أما من جهة الأنفيريور سنلاحظ وجود السупراسبنيتس هذا هو عبارة عن السوبرسبنيتس تندر وأيضا الجوينت كابسول فهي ستفصل الدولتويد والكoroكو أكروميال الدولتويد والكoroكو أكروميال arc من جهة السوبرير تفصل بين هذين الستركتشرين وأيضا السوبراسبنيتس والجوينت كابسول من جهة الأنفيريور وإذن كما نلاحظ هذا هو عبارة عن السب أكروميال أو السب دلتويد برسا فهي ستفصل هنا هذه مثل ما نلاحظ الكراكا أكروميال أرك والدلتويد ستفصلهما عن السوبرسبانيتس تندن والجوينت كابسول ومثل ما نلاحظ هذه أيضا صورة أخرى هذه هي عبارة عن السوبرسبانيتس هذه بستيري ريفيو هذه السوبرسبانيتس مثل ما نلاحظ وهذه هي عبارة عن السب أكروميال برسا وهذه أيضا السب أكروميال برسا هنا الآن أما وظيفة هذه البرسا فهي تقوم بعمل فاسليتيتينج أي أنها ستقوم بتسهيل حركة موفمينت أو سوبرسبانيتس تندن هذا هو السوبرسبانيتس تندن فستقوم بتسهيل حركة هذا التندن under the coraco acromial arc هذا هو الكورaco acromial arc فستعمل هذه العضلة وسيعمل هذا التندن بحرية ولن يحتق بالcoraco acromial arc بسبب وجود هذه السب أكروميال برسا وإضا مثل ما نلاحظ هذه السب أكروميال برسا وهذه الدلتويد فهنا السب أكروميال برسا ستمنع الاحتكاق ما بين الدلتويد والجوينت كيبسول وأيضا الغريتر تيبركول فهي ستقوم بتسهيل حركة السوبرسبانيتس وستقوم بتسهيل حركة الدلتويد هذه أيضا عبارة عن السب أكروميال برسا مثل ما علمنا الآن هذه السب أكروميال برسا أي أنها تتغير بالحجم حجمها ليست ثابت بشكل طبيعي فأن السب أكروميال برسا تعمل كمميكيشن مع الجوينت كافيتي أو الجوينت مثل ما نلاحظ الجوينت كافيتي أو السنوفيال كافيتي ولكن هذه السب أكروميال برسا لا تقوم بعمل كمميكيشن مع السنوفيال كافيتي أو الجوينت كافيتي بشكل طبيعي وإلى هنا أنتهى لدي الفيديو الخامس والأخير من محاضرة الشولدر جوينت نلتقى إن شاء الله في محاضرة الألبو جوينت إلى اللقاء اشتركوا في القناة